في حلقة اليوم راح تشوف شي جنوني مو نفس الشي اللي معتاد اللي دايما تشوفه عررنا نجيب سيارة كهرب حقيقية ونسوي سباق بين سيارة الكهرب وسيارتنا الصغيرة ما ادري من راح يفوز قبل ما نبدأ في مقطع اليوم لا تنسى تضغط على لايك وتشترك في القناة بقلنا شوي على المليون متابع وراح نسحب ملكومنتات على درع العشرة مليون ولا تنسى الاشتراك في الفترة الاخيرة جماعة الخير تعتى بحث عن تطويرات للسيارة بشكل كبير مثل ما قلت لكم ان عندنا طابعة 3D نقدر نستخدمها في مهام كثيرة وبرضو بحثت عن مطورين للسيارة والهدف من هذا التطوير انه نرفع تحمل السيارة ونزيد قوتها وكفاءتها فاول شي راح ندخل عليه اختبار قوة السيارة هل السيارة تتحمل او لا طيب يا جماعة الخير نبدأ اول شي نربط الحبل في الصدام حق السيارة ولكن هل في شي كاري الربط وتوقع ما فيه الله هي ما ادري ايوه من ورا فيه شنكاري الربط خلنا نجيبها من ورا طبعا باجي كذا عشان الاضاءة كلها جاية هنا بنعكس السيارة جيب السيارة يغربح هنا حاطينه يو السلام السلام الرحمن الرحيم هذا هو الرموت يا سلام شغل الرموت بعد يشغل السيارة نشيك على السيارة ان خلينها فاضي اوكي خلن ثبت الجوال ثماني ثماني خلن نرجع طبعا مو معناها عاية تضبط بمعناها ان السيارة ضعيفة لا السيارة جمعت خير ما فيها ثقل يخلي السيارة تتماسف يعني ممكن لو نزود عليها ثقل ثقلين ممكن تضبط وتصير تقدر تسحب السيارة رح نجرب نسحب بعض الاشياء اللي موجودة عندنا وشوف نسبة تحمل السيارة طيب بدأت الاشياء جمعت خير جمعنا كذا شغلة كبير يعني متوسط وهذا ترى اثقل لانها 4 كيلو شو وزنة هنا 4 كيلو وجهزنا المرتبة هذي بنقعد فيها ونخلي برضو السيارة تسحبها اول تجربة جمعت خير رح تكون على الاسهل ترى الاسهل هذا الان فيه كفرة بعده نجي الهذا بعده نجي الهذا وهذا هو اصعب شي انه يسحب يلا نبدأ او شي نتأكد ان الريموت يا جمعة خير شغال نسوي كذا ياصلها اوكي سحبها بس شوي نسحب اوخ صحبها بس الكفر لا اوكي 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 طيب يا جمعة الخير الحي المرحلة الثانية اللي هي نسحب فيها الثقل او الدامبل هل رح نشوف هي رح تسحبها او لا طيب الان نسحب شوي شوي ايه طيب في طريقة لو نسويها تراح ليسحبها باذن الله اوكي طيب الحين التجربة لقبل الاخيرة هي محاولة سحب الكرسي كرسي اثقل من السيارة رافضي سحبها في هذه الحركة وش رح نسوي رح نجرب نحط وزن على السيارة عشان تكون السيارة اكتر تماسق طيب مثل من انتم عارفين اللعبة هذه لها محبين كثير لدرجة تسوي لها سباقات بانواع الطرق فاول سباق اللي هو سباقات الطرق الوعرة يحطون لك الله يسلمك طرق مليانة عقبات ويشوفون هل السيارة رح تمر منها او لا وبالاغلب تكون التضاريس جبلية وفيه سباق الدريفت طبعا سباق الدريفت معروف لها سيارات توصل اسعارها بألاف الدولارات وسباقات السيارة السيارة يكون هذا السباق مجهزين لهم طرق وطرق هذه تكون ملسة بشكل كامل عشان يشوفون اعلى سرعة للسيارة وفي السباق الاخير اللي هو سباقات التسلق يجبون سيارات كثيرة ودائما السيارات هذه تكون افروض يعني يسوون سباقات بينهم من اول واحد يوصل للجبل وبرضو يحللون قوة السيارة وهي قاعدة تمشي ولازم يكون القاعد متحكم جيد في القيادة في الفترة الخيرة بحثت عن سيارة كهربائية اقدر استاجرها واسوي فيها التحدي هذا واخيرا لقيت طبعا جماعة الخير هذه سيارة الجلي الكهربائية طبعا جبناها مكان كل نور عشان تشوفونها بشكل كامل هذه اللي رح يكون عليها التحدي يا جماعة الخير شوف شكلها طبعا جماعة الخير جبنا السيارة الكهربائية هذي من شركة جلي طبعا السيارة هذي كهرب بالكامل طبعا ليه جبناها مرحبا يا شيخ اهلا وسهلا حالا والله طيب يا جماعة الخير رح يكون في سباق بين الجلي هذي خلونا نوريكم تعال معلو خلو نوريهم من جوا سيارة بنوريكم برضو المواصفات الداخلية شوفوا كيف تم فتح الان كارب كارب بالكامل عاثروا بسم الله الرحمن الرحيم هذي السيارة من جوا يا جماعة الخير رح نحطها على اقوى شي عشان نتحدى فيها السيارة الثانية اللي موجودة عندنا طيب وين لا لا مو هنا هنا معلو ظنك ولا وين كان عند الدركسون عند الدركسون لا فوق فعند السيارة فوق فوق سيارة لا ولا هوا هنا اتوقع لازم سوي كيشف كذا تشتغل السيارة كذا عشقنا بس تمام نضغط على الدركسون المهم رح نخلي قوتها عالية مرة ايو ايو هنا ثماني هذا اتوقع المهم رح نرفع طاقتها مرة تمام عشان تستخدم كامل الطاقة في التحدي طبعا اش جايب هنا يا الربح يا سلام عطني نور هنا عطني نور هلو طيف جاعة خير عندنا هنا السيارة هذه وعندنا السيارة كبيرة طبعا السيارة كبيرة انا كنت اصلا جايبها عشان اوديها المصلح ولكن خلاص رح نستخدم سيارتنا المعروفة اللي هي هذه رح نبدأ الان نركبها ونشغلها رح اقولكم شي بسيط السيارة اللي قدامكم هذه السيارة من شركة جيلي سيارة قوية مرة 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 وانتوا عارفين ان سيارات الكهرب بالفترة الاخيرة صايرة مرة جبارة من ناحية الانطلاقات والسرعة شفنا في الاونة الاخيرة سيارة تسلا تسبق سيارات رياضية مرة كبيرة وهذا الدليل ان سيارات الكهرب مرة عالية القوة رح وريكم تسارع بسيط لهذه السيارة من سرعة 40 إلى 100 كيلو واكتبوا لي تحت في الكومنتات كما استغرقت من ثانية طبعا جواهات خير رح نجرب تسارع سيارة كهربائية من جلي حولناها بنظام سبور بس يبغالنا اتوقع معكم مطبق قدامنا رح نشوف من 39 ما شاء الله 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 ليلة طيب جواهات خير معلو رح يسوق الجلي وأنا رح أسوق السيارة الصغيرة مسك معلو سكر الشنطة طبعا هذي سيارة صغيرة ركبناها يا الرابع والله ما أدري كيف رح أضبط التصوير مع الله يسلمكم هذا ولكن رح نشوف الآن يا السلام هذا هو طالع معلو اتعسنا اي اتعسنا مرة مرة بس دقيقة أبغى ثبت الجوال كيف ثبت احتاج شخص ثالث آخ صدق ها أخا ما تقدر والله يا جوهة الخير والله العظيم بتحمس بخلي معلو يصور من عنده وأنا بصور من عندي لأن حرطينا من زنقنا من ناحية الوقت أنا بروح يسار بس ثاني ثاني معلو خم بجي يسارك بجي يسارك يلا يلا لا دقيقة دقيقة في سيارة حطنا خليك علي مين بترسك الجوال هنا يلا معلو يلا ما شاء الله اللعنبليس ما شاء الله تبارك الله حربية ما قدر توازنها نهائيا نهائيا ما قدر توازنها نهائيا بازلتك صح يا سادر والله ياهي قوية تدري أنا خفت أنك تدعسها ترى يبغى لنعيد ها مرة ثانية معلو يبغى لنعيد ها مرة ثانية ثواني اسمع بركب معاك بالسيارة شرايك أفضل صح بتحب أنه شي متأخر بتحلي السيارة ولا أركب معاك واسوق هونه بالسيارة ما شاء الله ما شاء الله وما صير نفسك صح طمان قلنا نتنبتها نقدر نتنبتها ما في شحن في الشسمة حق البطاريات عشان كده يفصل ريموت معاي بركب معاك بركب معاك بركب معاك شكرا حب بسويها في المقطع القادم لا تنسوا اللايك واشتراك ومشاركة هذا المقطع واشوفكم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة